موسيقى صندوق النقد الدولي اقتصاد النمسا يواجه تحدياتنا بسبب التضخم المرتفع توقعاتنا بانخفاض حالات الإفلاس في النمسا هذا العام النمسا تحتل المرتبة الأولى في زيادة مساهمتها في صندوق المناخ العالمي الهجرة تدفع فينان لتحقيق أسرع نمو سكاني منذ عقود الحكومة الإيطالية تعلن حالة الطوارئ بعد التدفق الكبير للمهاجرين عبر البحر قدمة جديدة للخطوط الجوية النمساوية لجلب الأمتعام من المنزل إلى المطار تحية طيبة أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية المفصلة عبر النمسا ميديا في خبرنا الأول توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر التضخم المرتفع في النمسا هذا العام عند 8.2% بتراجع طفيف عن العام السابق وقدم صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته الجديدة لتنمية الاقتصاد العالمي ويتوقع نموا بنسبة 2.8% هذا العام بتراجع ملحوظ عن السابق وقد قامت معاهد البحوث المحلية فيفو وإيها إس مؤخرا بمراجعة توقعات التضخم حيث توقعوا تضخما سنويا بنسبة 7.1% لهذا العام ولم يذكر تقرير صندوق النقد الدولي أي تفاصيل حول سبب الارتفاع الحاد في الأسعار في النمسا توقعت شركات الاقتمان أن تشهد النمسا حوالي 5300 حالة إفلاس للشركات هذا العام مما يشكل انخفاضا مقارنة بالعام 2022 وأضافت أنه من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه في العام المقبل مع زيادة بنسبة 4% وبينما تتراجع حالات الإعسار في النمسا إلا أنها تتزايد في العالم بأسره حيث يتوقع زيادة عالمية في الإفلاس بنسبة 21% وفي أوروبا تصل إلى حوالي 24% وذلك بسبب الأعداد المتزايدة بشكل كبير في هولندا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا أعلنت وزيرة الطاقة والمناخ النمساوية ليانور غويسلر زيادة مساهمة بلادها في الصندوق الدولي الأخضر للمناخ إلى 160 مليون يورو سنويا ويهدف ذلك إلى تعزيز الموارد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ويستخدم صندوق المناخ العالمي 100 مليار دولار سنويا لتمويل تدابير المناخ في البلدان النامية بدءا من عام 2020 وتعتبر النمسا أول دولة تعلن عن زيادة حصتها في الصندوق فيما تواجه ضغوطا كبيرة من الناشطين وأنصار البيئة لتقليل الإنبعاثات ومكافحة تغيير المناخ قالت هيئة الإحصاء في فيينا أن عدد السكان سوف يصل إلى مليونين نسمة في وقت أقصر مما كان متوقعا بسبب النمو السريع الذي شهدته المدينة العام الماضي والذي يعد الأسرع منذ عقود وقال رئيس الهيئة رامون باور يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الهجرة خاصة من النازحين من أوكرانيا وغيرها من البلدان التي جاء منها العديد من اللاجئين في عام 2015 وخاصة سوريا وأفغانستان والعراق وإيران وأضافه يعد هذا النمو هو الأسرع منذ بدء السجلات السنوية في العام 1962 ونوها أن فيينا تتميز بأكبر فئة عمرية بين 20 و40 عاما أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في عقاب الارتفاع الاستثنائي في تدفق المهاجريين عبر البحر الأبيض المتوسط وقال بيان لمجلس الوزراء سيتم دعم ذلك بتمويل أول قدره 5 ملايين يورو لمدة 6 أشهر وقال موزوميتشي وزير البحر والحماية المدنية يجب على حالة الطوارئ تسهيل الإجراءات لأنها ظاهرة لم نشهدها في الماضي وكان قد وصل إلى إيطاليا أكثر من 3000 شخص خلال الأيام الماضية وحدها كما تم الإبلاغ عن غرق حوالي 38 شخصا وفقدان 18 أخرين في حطام سفينتين قبالة الساحل التونسي أطلقت الخطوط الجوية النمساوية ومطار فيينا خدمة جلب أمتعة السفر من المنزل وذلك لتقصير أوقات الانتظار في المطار وقالت الشركة في بيان يمكن للمسافرين الذين يحملون تذاكر الخطوط الجوية النمساوية إحضار أمتعتهم إلى المطار مسبقا ويمكن حمل الحقائب أو المعدات الرياضية أو غيرها من الأمتعة الكبيرة بسهولة من منزلك أو فندقك أو مكتبك وأضافت أن أول مئتي حجز مجاني كجزء من الاختبار حتى الثالث من مايو عشرين ثلاثة وعشرين وبعد ذلك يمكن الحجز بدءا من ستة وعشرين يورو اعتمادا على عدد الأمتعة وموقع الالتقاط والهدف من ذلك هو زيادة جودة الخدمة للمسافرين جوان نهاية النشرة أشكر لكم حسن المتابعة كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر